اهلا احبانا اليوم رح اتكلم عن تلت امور ينبغي ان نفعلها وهي التلت امور موجودة في انجيل يحنى الاصحاح التالت اولا ينبغي ان تولد من فوق تانيا ينبغي ان يرفع ابن الانسان تالتا ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص هذه الكلمات كانت في حديث المسيح مع واحد من رجال الدين من مجمع السنهادرين اعلى مجلس تشريعي وديني اللي بيحكم في الامور الدينية لليهود نيقوديموس جاء ليلا ليسوع المسيح وشهد لقدرة المسيح تعليمه ومعجزاته وشهد انه المسيح جاء من عند الله فسمع كلمات طبعا يعني لربما لاول وهلة كانت صادمة المسيح بيحدث عن الولادة التانية او الولادة من فوق وما فهمش على يسوع فكر انه لازم يرجع يولد في بطن امه ثانية فالمسيح شرح عن هذا الامر فاولا ينبغي ان تولد من فوق كلمات المسيح لنيقوديموس ثم قال ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله فاذا الشرط لدخول ملكوت الله والشرط للدخول للسماء هو عن طريق الولادة من فوق عن طريق الولادة من الروح القدس استمر المسيح قائلا في نفس الاصحاح ان كان احد لا يولد من فوق وهذا مهم جدا وشرط اساسي احبائي وانش بيتكلم على مسيحية اسمية ولا على خلفياتنا لكنه يتحدث عن اختبار وهذا الاختبار نسميه الولادة الجديدة او الولادة الثانية او الولادة الروحية او الولادة من فوق فهذه الولادة هو عمل الهي في حياة الانسان في حياة الشخص وعندما نأتي الى المسيح ونقبله مخلصا يقول الرسول يحنى في الاصحاح الاول انجيل يحنى اصحاح الاول آية 12 واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه واستمر قائلا قال الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله فواضح ان هذه الولادة من فوق هي ولادة من الله بعمل الروح القدس في الكيان والقلب وهذه الولادة هي التي تغيرنا فتجعلنا انسان جديد وخليقة جديدة يقول كتاب اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة الاشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا لا باعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس ثم احبائي مكتوب ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الاموات في رسالة بطرس الاولى الاصحاح الاول فهذه الولادة عن طريق قوة قيامة يسوع المسيح فنحن اموات بالذنوب والخطايا نعيش في نوم وسبات عميق في ظلمة الخطيئة فجاء بقوة القيامة واقامنا معه واعطانا حياته وابتدينا نتمتع بحياة يسوع المسيح ثم الرسول يعقوب يقول عن هذه الولادة فشاء وولدنا او فولدنا بكلمة الحق يعني كلمة الله المسيح قال كلامك هو حق فشاء فولدنا بكلمة الحق ورسول بطرس قال عن هذه الكلمة مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد فإذا مولودين ثانية بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد وهذه الولادة الجديدة كل موضوعها هو يسوع المسيح مكتوب إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يدخل ملكوت الله ويقول أيضا إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله فإذن كما قال المسيح إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات فإذن ينبغي أن تولد من فوق وهذا هو عن طريق الإيمان بيسوع المسيح في رسالة يحن الأولى الإصحاح الخامس والآية الأولى مكتوب كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله فإذا موضوع الولادة الثانية الولادة الروحية هي أن نؤمن بيسوع المسيح فهذه الولادة من فوق أو الولادة الثانية أو الولادة الروحية أو الجديدة هو عمل الروح القدس في الإنسان بقوة كلمة الله والإيمان بقوة قيامة يسوع المسيح الذي أحيانا معه ونضع ثقتنا وإيماننا بالرب يسوع المسيح وأنا بصلي من كل قلبي أنه كل شخص يعمل هذا القرار أما الكلمة الثانية مكتوب في نفس الإصحاح عن ينبغي مكتوب في يحن 3.14 وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية المسيح بيتكلم وبيستخدم رمز من العهد القديم وهذا الرمز يقول ينبغي أن يرفع ابن الإنسان يرفع يعني بيتكلم عن الصليب يعني وأنا إن ارتفعت أجذب الجميع إلي فكان يشير إلى حادثة قديمة في أيام موسى في سفر العدد إصحاح 21 شعب إسرائيل ابتدى يتزمر على الله وعلى موسى مكتوب أرسل الحياة طبعا المحرقة السامة اللي كانت تلدغ الناس والناس التي تلدغ كانت تموت وبعدين الشعب صرخ وعاوز يستغفر وعاوز يرجع للرب فالله طلب من موسى أن يصنع راية وهاي الراية يعني نحاسية كل من ينظر إلى هذه الراية كان بنال الشفاء الكامل كان يحيا ففي هذه الإصحاح كل ما بتلدغ الحي اللي هو رمز إبليس أي إنسان ونظر حية النحاس يحيا فالمسيح يشير إلى هذه الحادثة أنها تتكلم عن شخصه فطبعا إحنا إيماننا بيسوع لكن على أساس عمله الكامل على الصليب نحن منضع ثقتنا وإيماننا بيسوع حتى نولد ثانية من خلال عمل الروح القدس كلمة الله ولكن على أساس وهذا الأساس هو موت وقيامة يسوع المسيح فكل من ينظر إلى يسوع المسيح يحيا بتذكرني كلمات النبي إشعياء عندما قال التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاس الأرض لأني أنا الله وليس آخر يعني بتعرفوا كل من يدعو باسم الرب يخلص وكل الفكرة أنك تنظر إلى يسوع نظرة إيمان فتنال الحياة الأبدية والشيء الثالث أحبائي كلمات يحنى المعمدان عندما سألوا عن هويته ركز كلماته على يسوع هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم لست مستحقا أن أحل سيور حذائي أنا أعمدكم بما هو يعمدكم بالروح القدس والنار ويحنى المعمدان شهد شهاده عظيمة جدا قال ينبغي يسوع المسيح ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص يا على الكلمات الجميلة من فم يحنى المعمدان كل ما ازداد المسيح في حياتنا نثبت فيه ونشترك في طبيعته ونشترك في قداسته ونشترك حتى أيضا في ألامه عندها نكتسب أخلاقياته فنتمثل بشخصه وطبيعته وصفاته عوزين أن نتبع وصياه ونتبع شخصه المباراة والغاية من كل الموضوع هو أن نشبه صورة يسوع المسيح وهذا بيبتدي بالخطوة الأولى ينبغي أن تولد من فوق وهذا على أساس الخطوة الثانية ينبغي أن يرفع ابن الإنسان على الصليب ننظر إليه نظرة إيمان فنحيا وعندما نؤمن بيسوع لابد أن نحبه ونتشبه به فهو يزداد في حياتنا فالناس ترى يسوع وترى أيضا أننا فعلا ننقص ونصبح مشابهين صورة يسوع المسيح هذه ثلاث حتميات ينبغي أن نعملها وهذا يقودنا إلى الخلاص الكامل نؤمن بيسوع نخلص من كل خطيانا بالماضي يعطينا القوة الخلاص في الحاضر وخلاص التمجيد في المستقبل أن نكون فعلا فداء أجسادنا عندما يكون الخلاص الكامل كما مكتوب هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور فإذن أحبائي كلمات يحنى ثلاثة ينبغي أن تولد من فوق ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي نأخذ حياة ثم ينبغي أن نزداد وهو يزيد فينا نزداد في قداسته وطبيعته وهو يكون الكل في الكل لحظتم من كلامي أنه إحنا مش من نادي بشوية فرائد ولا شوية تعليم نتبعها إحنا منركز على شخص أنت بتؤمن بالله آمن بيسوع أنت عاوز تصل لأله عن طريق يسوع عاوز الباب هو يسوع وهو يقرأ على باب قلبك افتح قلبك وحياتك بالإيمان وصلاة بسيطة قل له يا رب أنا اليوم مش عاوز بس أكون شخص مسيحي اسمي أو يمكن أنت شخص غير مسيحي صليها أقول له يا رب بالروح القدس بقوة كلمتك عاوز أولد ثانية عاوز أولد من فوق وأتمتع بحياتك وقدرتك وقوة قيامتك أيضا وأتمتع بغفران الخطي والخلاص والحياة الأبدية لاحظ ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات بالرجاء مخلص لأننا هذا الخلاص في يوم من الأيام رح يكون خلاص كامل عندما نكون مع المسيح في السماء لكن هذا الخلاص وابتدأ الآن من لحظة قبولك يسوع المسيح بصليها من كل قلبي أنه سلمت حياتك ليسوع المسيح خبرنا إذا صليت وشارك هذا الفيديو وشجع آخرين الرب يباركك ومنشوفك بنعمة الرب في وقت آخر ترجمة نانسي قنقر